تنضم إلينا من الجليل الأعلى إيمان جبور مراسلة الغد إيمان إذن وسائل الإعلام إسرائيلية تتحدث عن أن جيش الاحتلال رفع درجة التأهب في البلدات الحدودية بعد الاغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل هل لك أن تضعينا في صورة الأمر والاستعدادات والأمن في هذه المناطق الحدودية؟ نعم هذا صحيح سهم ولكن يمكن القول بأن أصلا درجة التأهب كانت في درجة قصوى أيضا قبل هذا الاغتيال منذ اغتيال العروري وقبل ذلك بالطبع منذ الثامن من أكتوبر أعداد هائلة عشرات الألاف من جنود الاحتلال من المدرعات من المدفعية معسكرات جيش جديدة أقيمت هنا في الشمال منذ الثامن من أكتوبر ولكن ربما ما هو الدرجة الإضافية من التأهب هي أيضا ما تحدث به رؤساء السلطات المحلية في الشمال الذين طالبوا كل من تبقى من السكان في المناطق الحدودية أن يبقوا بجانب أماكن آمنة نذكر بأن اليوم في الساعتين قبل تقريبا ساعتين كان هناك إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة شتولة بالجليل الغربي أصابت أحد البيوت بأضرار بالغة يعني في شاءة الصدف أن يكون صاحب البيت قد وصل إلى تلك المنطقة من أجل أخذ بعض الاحتياجات والمستلزمات وكان قد أصيب قيل بأنها إصابة طفيفة ولكن هذا مثال على أن السكان الذين أخليوا من هذه المناطق حتى حين يعودون إليها لأخذ بعض المستلزمات وليس للعودة تماما للسكن في تلك المناطق أيضا يمكن أن يصابوا بأضرار بسبب الصواريخ المضادة للدروع التي تشكل معضلة حقيقية لإسرائيل بسبب عدم وجود أي صواريخ اعتراضية لها أو يعني منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية ليس لديها حلول لهذه الصواريخ المضادة للدروع التي بالعادة تطلق نحو المناطق المحاذية للحدود رغم أنها اليوم أيضا أطلقت نحو مدينة كيريات شموني للمرة الأولى وكانت قد تسببت أيضا بأضرار بالغة دقائق قبل وصول رئيس الوزراء نتانياهو إلى مدينة كيريات شموني على الصعيد الميداني أكثر من عملية أطلق حزب الله على مناطق الجليل الغربي والجليل الأعلى أيضا في مستوطنة شلومي كان هناك قذائف صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى مسيرتان اجتازتا الحدود اللبنانية إلى سماء الجليل أيضا تم اعتراضهما صواريخ على منطقة كفار بلوم في إصبع الجليل أيضا كانوا قد اعتردوا عن طريق المنظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية ولكن أيضا في مزارع شبعة إطلاق مضادات للدروع عدت إلى إصابة جندي نقل على إثرها إلى مستشفى رنبام هذه هي التطورات الميدانية رفع حالة التأهب الذي تحدثنا عنه هو نتيجة هذا الاغتيال الذي نفذته إسرائيل وهي تتوقع بأن يكون هناك رد لحزب الله في الساعات القريبة أو ربما في أيام القريبة على هذا الاغتيال طيب الآن كانت تلك التطورات الميدانية وحالة الجهوزية العليا في إسرائيل في الشمال الإسرائيلي لكن الآن نتحدث عن قيادي آخر القيادي الأول كان الشهيد صالح العروري الآن قيادي في صفوف حزب الله وهو الأعلى رتبة في حزب الله الذي يقتل منذ بداية التصعيد مع إسرائيل ما أصداء ذلك هذه الاغتيالات الكبيرة من هذا النوع ومن هذا الحجم ما هي أصداؤها داخل الأوساط السياسية في إسرائيل نعم اسمحي لي فقط أن أحدث تصريح لقلانت كان في اجتماع كتلة التألكود يقول بأنه يجب أن نصل أو نحاول أن نصل إلى حل سياسي مع حزب الله وأننا لا نستطيع أن ندمرهم بالكامل تصريح ملفت جداً لماذا؟ لأنه بالعادة كل التهديدات التي تطلق من إسرائيل نحو حزب الله حتى في الأسبوع الأخير الذي تجري فيه محاولات دبلوماسية من الأمريكيين والألمان وما إلى ذلك من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حل سياسي طوال هذا الأسبوع الماضي كنا نستمع إلى تهديدات إسرائيلية تقول بأنه إذا لم نحن نفضل الحل الدبلوماسي ولكن إذا لم يتم التوصل لحل سياسي البديل هو عملية عسكرية للمرة الأولى نسمع جلنت يقول الحقيقة للجمهور يبدو في اجتماع لكتلة الليكوت في الكنيسة يقول بأننا لا نستطيع تدمير حزب الله نهائياً ولذلك علينا أن نتوصل إلى حل سياسي مع حزب الله للمرة الأولى نسمع تصريح كهذا هذا يعني اعتراف ضمني بقوة حزب الله وبالأسلحة المتواجدة لديه التي تقدر بأكثر من 150 ألف صاروخاً منهم وفق التقديرات الإسرائيلية الكثير من الصواريخ الدقيقة التي يمكنها عبر الإحداثيات أن تستهدف مواقع محددة في إسرائيل كما حصل قبل يومين يوم السبت الماضي حين استهدفت قاعدة ميرون الجوية أو قاعدة الرصد الجوي بصواريخ دقيقة أدت إلى أضرار بالغة في هذه القاعدة بالنسبة للأصداء داخل إسرائيل من الواضح بأن هذا التصعيد الإسرائيلي في الأيام الأخيرة هو يهدف إلى إرسال رسالة إلى حزب الله بأن إسرائيل لن تتوانى عن توسيع العملية العسكرية في الشمال وأنها لن تتوانى عن الإغتيالات واستمرار هذه الإغتيالات حتى إبعاد حزب الله عن الشريط الحدودية القريب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية هناك حالة كبيرة من التحريط خاصة من سكان الشمال ومن السلطات المحلية أو من رؤساء السلطات المحلية في الشمال الإسرائيلي تحريط كبير وحث للحكومة الإسرائيلية على القيام بعملية عسكرية كبيرة ولكن ما قاله قبل قليل جلانت هو يؤكد بأن إسرائيل تعرف حجم قوة حزب الله وتعلم بأن معركة كبيرة مع حزب الله قد تكون مدمرة أيضا على إسرائيل وليس فقط على لبنان وفي لبنان لا أعتقد بأنه من الصعب جدا أن تقوم إسرائيل بعملية برية واسعة كما هي الحال في قطاع غزة حتى لو أرادت أن تقوم بعملية التوقل محدودة في الكيلومترات المعدودة داخل لبنان بعد الشريط الحدودي من أجل إبعاد قوات الرضوان عن تلك المناطق حتى عملية كهذه تحتاج لشرعية دولية وليس لإسرائيل كامل الحرية بأن تقوم بعملية عسكرية في لبنان ولا حتى توغل بري محدود في لبنان هذا يحتاج شرعية من المجتمع الدولي الذي حتى الآن يحاول أن يهدئ هذه الجبهة الشمالية حتى كما قلنا بأن بلينكين كان قد طلب وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية قد طالب القيادة السياسية الإسرائيلية بالحديث عن الانتقال للمرحلة الثالثة في قطاع غزة بمعنى تخفيف أعداد القوات البرية هناك وتخفيف القصف الجوي من أجل تهدئة الجبهة الشمالية وبالتالي كل الضغوطات التي تمارس حتى الآن على إسرائيل هي ضغوطات من أجل عدم فتح جبهة موسعة على لبنان ولكن التصعيد الإسرائيلي لا شك بأنه رسالة لحزب الله بأن إسرائيل لا تخشى عملية عسكرية وأنها مستعدة لها وأنها يمكنها أن توجه ضربات موجعة لحزب الله علّه يتراجع عن هذا التصعيد في الشمال ماشي أشكرك جزيل شكر إيمان جبور مراسلة الغد كنت معنا من الجليل الأعلى شكرا